طيب ننتقل لسؤال 14. سؤال 14 بيقول ليه. إذا كان F X يساوي F X يساوي F X تربيع X. بده F فتحته إلى الستة على سبعة. مش معطين شروط لقي اللي في الربع الأول ولا الربع الثاني ولا أي شيء. بس بده F فتحته إلى الستة على سبعة. هل أنه بده الشتاق؟ بده الشتاق الداخلي اللي هو مشتاقة السين كوساين X. كوساين X. في مشتاقتي الخارجي F' موجود الداخلي لساين X. الجهة الثانية اقترام مركب. بنزل للقوة الثانية بشيرينها واحد ساين للإكس بشتاق الساين اللي هو إيش كوساين X. هل إحنا دايما بقول للطالب ممنوع تقسم على مجهول. دير بالك تقسم على مجهول. غلط تقسم على مجهول. ليش؟ لأنه المجهول هاد ممكن تكون قيمته كم؟ صفر. طيب هل بصير أجي أقسم هون عن كوساين عن كوساين وشي الكوساين مع الكوساين A؟ ليش؟ لأنه أنا بتأكد إنه الكوساين مش صفر. ليش بتأكد إنه الكوساين مش صفر؟ هلأ هو بده وقفة احتيلة ستة على سبعة صح؟ يعني ساين X هي ستة على سبعة. مش الداخل نفس الداخل. لما تقول لي ساين X تساوي ستة على سبعة. طيب. هلأ أكيد أكيد الكوساين مش صفر. ليش الكوساين مش صفر؟ حتى يكون الساين ستة على سبعة يكون إشي موجب. لازم يكون يا أما في الربع الأول يا أما في الربع الثاني. بس مش محوري. أكيد مش محوري. صح؟ هلأ سواء في الربع الأول جوة الربع الأول أو جوة الربع الثاني. هل الكوساين ممكن يكون صفر؟ لا أكيد. كل الزوايا في الربع الأول كوساين محصول بين الصفر والواحد. وفي الربع الثاني بين السالب واحد والكم والصفر بين السالب واحد والصفر داخل الاربع انا بحكي لانه الزاوية اكيد مش محورية لانه فيش زاوية محورية صانعة 6 على 7 هي داخل الاربع داخل الاربع مستحيل لا سين صفر ولا الكوسين صفر وانه الكوسين من الصفر اقصني هون عكوسين اكس هون عكوسين اكس تمام تعال نشتق مرة ثانية مشتقة الداخل كوسين اكس مشتقة الخارج ف فتحتين لا سين اكس يساوي 2 ضغط مشتقة السين كوسين X كمان مرة اقسم على كوسين X واقسم هون على كم على كوسين X بتروح الكوسين مع الكوسين بتروح هون كوسين مع الكوسين بصفي F فتحتين لسين X يساوي 2 معناته بأنه الجواب بيطلعين جي عدد ثابت فF فتحتين للسين يساوي 2 للكتان للخمسة للعشرة للسبعة كله شو ما عرضنا هون كامل جواب 2 فأنا بدي F فتحتين للستة على سبعة بالتالي ما أنه طالب أنا F فتحتين للستة على سبعة لازم بيطلع جواب كام برضو ثانيا شو ما كان إيش اللي بدي عاوضه مشتقة الثانية كم تساوي تساوي طيب شوف السؤال الثاني السؤال الثاني بيقول لي إذا كان F فتحتين للإكس يساوي ساين للإكس تربيع ساين للإكس تربيع هاي مش F هاي F فتحتين وY تساوي F لاثنين X ناقص واحد على X زائد واحد بده DY عادي X هلا حتى طلع DY عادي X بدي أقول له هاي DY عادي X يساوي مشتقة الداخلي ضرب مشتقة الخارجي بوجود الداخلي الداخلي جاي قسمة اقترانين مشتقته المقام X زائد واحد مشتقة البسط اللي هي اثنين ناقص البسط اللي هو اثنين X ناقص واحد مشتقة المقام اللي هي واحد على المقام تربيع على X زائد واحد كلها إير تربيع هيمشتقط مين؟ مشتقط الداخلي في المشتقط الخارجي F' بوجود الداخلي شو هو الداخلي؟ لثنين X ناقص واحد على X زائد واحد طيب زبط لي DY عدي X بتقول لي هاي DY عدي X يساوي الثنين بX هاي الثنين X الثنين بواحد زائد اثنين ناقص الثنين X زائد واحد دخلنا السالب هون على X زائد واحد تربيع ضرب F' لثنين X ناقص واحد على X زائد واحد طيب هلا هاي زبطناها صفت عنا الثنين زائد واحد ثلاث على X زائد واحد تربيع هلا تعالي عن الجزء الثاني طبعا فيش عدد اعوده هو معطيني معلومة انه F' للX خم تساوي سين للX تربيع يعني F' لاي اشي يساوي سين للإشي هالتربيع فلو قلتلك والله F' للباعة ثلاث سين للباعة ثلاث تربيع F' للY سين للY تربيع اي اشي هون بدي اربعه جوا السين حتى اكون مطلع F' طب انا شو طالب طالب F' لثنين X ناقص واحد على X زائد واحد طيب احنا قلنا X تربيع Y تربيع X زائد واحد X زائد واحد تربيع طب هاي عبارة عن سين بدنا نربع اللي بدي اعوده شو اللي بدي اعوده 2X ناقص واحد على X زائد واحد تربيع كلها على X زائد واحد تربيع طبعا هو ما اعطاني عدد اعود ففيش عدد اعوده خلص بخلي الناتش بدلالك مين بدلالك X بدي انتبه لهاي معنى F' للX يعني F' لا اي اشي يساوي سين للإشي هذا تربيع شو مكان فانا شو طالب طالب F' لثنين X ناقص واحد على X زائد واحد بمسك هاي بحطه جواس سين وبربح خلص خليليها اي عش ضيبا طيب شوف السؤال بعده السؤال بعده سؤال إثبات معطيك اذا كان سيكنت X يساوي ثلاث سيكنت Y اثبت ان Y فتح تربيع تساوي ثمانية كوسيكنت تربيع Y زائد واحد قلنا جماعة في أسئلة الإثبات في أسئلة لازم يتجهز بعدين تثبت في أسئلة لأ بتبلش تثبت وخلال الحل بطلع معك اللي هو ايش المطلوب إثباته بس بدي خلي عيني على المطلوب يعني في كل خطوة بمشيها بخلي عيني عمين على المطلوب يعني خطوة قدام طيب أول إيش داشتق هون اشتقق ضبني لأنه أنا عندي Y مش موضوع القرون داشتق ضبني حتى أطلع Y فتحة بقوله مشتقت السيكنت سيكنت X تان X يساوي ثلاث اشتق الزاوية Y فتحة اشتق السيكنت خلي الزاوية سيكنت سيكنت Y تان Y هل أنا تجيب Y فتحة وربحها فبقوله حتى تجيب Y فتحة بقوله Y فتحة تساوي سيكنت X في تان X على ثلاث سيكنت Y في تان Y طبعا هنظر ما بدأ رشيلهم مع بعض لأنه الزاوية شو مالها مختلف إيش زاويته X وإيش شو زاويته Y طب البدي أنا أوصل له يا جماعة له هذا المقدار طبعا غلط أجي أربحها لأنه لو ربعتها مش راح أستفيد لأنه راح يظل يطلع على X يعني ممكن تزبط مش إنه مش ممكن بس بتلاقي السؤال شوية هي شوية تانقل خلينا بسط السؤال شوية بأنه الجواب كله بدأ بدلالة Y فبالتالي بدأ حاول أتخلص من كل X موجودة في السؤال إذا قدر ما قدرت خلص ولكن حتى تخلص من X مش هو أقلي إنه سيكنت X ثلاثة سيكنت Y هو حكالي إنه سيكنت X تساوي ثلاثة سيكنت Y فبقدر أشيل سيكنت هاي وشو أقول له ثلاثة سيكنت Y في تان X على ثلاثة سيكنت Y في تان Y طبعا أنا أول ما فكرت فكرت أخلص من كل X في السؤال أخلص من كل X لأنه السؤال بده الجواب بدلالة مين Y هلا واحد قدرت أخلص منها التان مش قدر أخلص منها خلينا أكمل هو ما بده Y فتحة هو بده Y فتحة إيش تربيع باجي بقول له Y فتحة تربيع عبارة عن تان تربيع الـ X على تان تربيع الـ Y طبعا جماعة السؤال اللي طالبه الجواب بدلالة Y ففي التالي كل X ده أخلص منها طيب التان مش قدر أخلص منها لأنه هو شو ما أعطيني سيكنت X مش تان X ولكن بقدر أحول تان تربيع الـ X لمطابقة هلأ التان تربيع هو نفسه سيكنت تربيع الـ X ناقص واحد صح؟ على خلينا هاي اللي تحت تان تربيع الـ Y هلأ سيكنت X زي ما اتفقنا فوق هي ثلاثة سيكنت Y ربيع لي إياها بتصفتي تسعة سيكنت تربيع الـ Y سيكنت تربيع الـ X عبارة عن تسعة سيكنت تربيع الـ Y ناقص واحد على تان تربيع الـ Y طب السؤال شو قللي؟ قللي بده ثمانية كو سيكنت تربيع الـ Y زائد واحد معناته أكيد بدي أعمل بدي أحول لكو سيكنت حتى حول لكو سيكنت شو بدي أجي أسوي؟ بدي أجي أرجع السيكنت لأصله ورجع الثاني لأصله وواحد مقاماته أشتغل عليهم ممكن أنت بإلى شغل ثاني أفضل ولكن أنا بقول لا الشغل هيك يكون حتى يكون على المضمون أجي أقول له تسعة تمام؟ سيكنت تربيع الـ Y هو عبارة عن واحد على السيكنت واحد على كوساين على كوساين تربيع الـ Y ناقص واحد على ثان تربيع الـ Y شو تن تربيع الـ Y جماعة؟ هو عبارة عن تن تربيه هو عبارة عن secant تربية نقص 1 هاي secant وبلاش نقول secant تربيه خلينا نحاول له sin عن cos اللي هو sin تربيه ال y على cos تربيه ال y ممكن نصير عندي اختصارات وأكيد فيه اختصارات ال 1 مقامات فوق بنقول تسعة نقص cos تربيه ال y على cos تربيه في 1 على كوساين تربيع الواي على تحت ليش على خلص خلينا اقلبها ضرب كوساين تربيع الواي على ساين تربيع الواي واشيل هاي محاين تمام شو صار عندي دخل للساين تربيع صارت كوساين على ساين تربيع صح شيل تقوم بتقوم 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 بت هو عبارة عن كوتان تربيع الواي طب انا بعرف ان الكوتان تربيع هو ما بده كوتان تربيع انا بعرف ان الكوتان تربيع هو عبارة عن كوسيكن تربيع ناقص واحد كوسيكن تربيع ناقص واحد شيء للكوتان تربيع حطه كوسيكن تربيع ناقص واحد طب ليش ما فكرتش اشيء لكوسيكن لان هو اصلا بده ايه بده كوسيكن فبقوله تسعة كوسيكن تربيع الواي ناقص الكوتان تربيع جماعة هو عبارة عن كوسيكن تربيع ناقص واحد أدخل عليه السالب ناقص كوسيكن تربيع الواي زائد واحد تسعة كوسيكن تربيع ناقص كوسيكن تربيع ثمانية كوسيكن تربيع زائد كم زائد واحد هلا ممكن طالب يفكر بخطوة هون مثلا يعملها تسهل عليه سؤال ومثلا هون يحط لك التان من هون يحط لك إياها كوسين عصاين ممكن ممكن تلاقي خطوة أسهل من الشغل اللي أنا اشتغلت ولكن أنا بدور على طريقي يا جماعة لأنه في طالب بنبارع بعضك قل له السازة هذا السؤال بنحلي بطريقة أبسط جماعة أنا مش قاعد باشرح لطالب وطالبين وسلاح أنا قاعد باشرح لكل مستويات الطلاب هلا الطالب البسيط الطالب العادي اللي ما بدوش يفكر نهائيا وبدو يحل لازم يمشي بالحل هذا بدو ما يفكر خلاص عبارة عن خطواته ماشية خطواته ماشية خصوصا في سؤال إيه؟ في سؤال إثبات هلا ممكن أختصد بالخطوات وأتستخدم طريقة ثانية آه صح وصل على الجواب نفسه جوابك صح ولكن أنا مش دائما بقدر أحل بالطريقة الأبسط أنا بحل بالطريقة اللي بتخطر في بال أي طالب أي طالب لازم تخطر في باله هاي الطريقة ولكن إذا خطرت في بالك طريقة أسهل طريقة أسرع ما في مشكلة نستخدمها وخلك 100% صح إذا وصلك لمين للجواب المثل تمام؟ طيب نشوف السؤال بعده طيب هس صار شوية عشوائية في الأسئلة معادلة مماس بعدين برجع اشتقاق بعدين برجع على مساحة مثلث يعني مش باشي بترتيب معين طيب السؤال بقولك إذا كان fx وساوي gx تربيع زائد واحد fx gx تربيع زائد واحد معطيك g براي من الخمسة معطيك g الخمسة جد معادلة مماس لمنحنة fx عندها x كانت وساوي وساوي ثمين طيب طلع أنا كي بدأ أفكر لأنه لما يكون اقترام بالدلالة اقترام وفيه شغل في السؤال في طلاب بيعرفش أنه شو الخطو اللي بدي يعملها أنا هيك بسأل حالي سؤال المطلوب معادلة المماس لمين يا جماعة لfx وين؟ عند x وساوي ثمين فأنا المطلوب مني أقدر أجيب f لثنين وأجيب f برايم لثنين هلا أنا مش رح أفكر في معادلة المماس أنا بدأ أفكر كي بدأ أجيب f لثنين وكي بدأ أجيب s برايم لثنين بأسأل حالي حتى أجيب f لثنين مش لازم أعوض ثنين بطلع لي 4-1-5 جيل 5 معي ولا مش معي؟ معي لانتقل أنا مشيت شوي في الطريقة فأنا هيك بمشي مش والله باجعل السؤال بديب مباشرة أنا معادلة المماس حط معادلة وحل لا بفكر فيه شوي شوي أنا شو لازمني؟ لازمني هاي ولازمني هاي صح؟ هلا f لثنين حتى أجيبها لازم أعوض ثنين هون فراح يلزمني 4-1-5 جيل 5 والله هيهمة جيل 5 بستخدمها باجي بقول هي f لثنين تساوي جيل 2-4-1-5 فبتطلع عندك f لاثنين تساوي قلنا جيل 5 اللي هي قد إياش اللي هي ثلاثة هي أول شغلة نفكر فيها طيب نيجي على الملاحظة عن نقطة إياش؟ عن نقطة إيه بعدها النقطة بعدها بعد ما جيبت f لاثنين وخلصت منها هلا أنا شو بدي؟ بدي f prime لاثنين قبل ما جيب f prime لاثنين لازم أشتق f لاثنين وبعدين أفكر في f prime لاثنين فبنيجع f لاثنين ونشتقه بنقول f prime لاثنين عبارة عن اقتران داخل اقتران مشتقة الداخلي اثنين اكس في مشتقة الخارجي g prime لاثنين تربيع زائد كم زائد واحد هي f prime لاثنين طبعا أنا ليش طلعت f prime لاثنين عشان أجيب f prime لاثنين اللي هي تساوي ثنين باثنين أربعة في g prime لاثنين أربعة وواحد خمسة يعني أربعة ضرب بلاقي g prime للخمسة هي ومعطيني إياها كدش معطيني إياها واحد أربعة بواحد كم تساوي أربعة شو صار عندي صار عندي f لاثنين وصار عندي f prime لاثنين هلأ f prime لاثنين هو نفسه مين الميل والنقطة اثنين و f لاثنين اللي هي ثلاث هاي نقطة التماس والميل هاذا ميل مين ميل المماس طب هو شو طالب معادلة المماس والعمودي معادلة مماس بقول له معادلة المماس اللي هي y ناقص y واحد تساوي الميل في x ناقص x واحد يعني y ناقص y واحد ثلاث الميل أربعة في x ناقص x واحد اللي هي قديش اللي هي هلنجي يجي معاً نقطة الخلافية بيني وبين الطلاب سواء السنهاية أو السنوات القبلية أستاذ أستاذ المدرسة قالنا إذا ما زبطت معادلة المماس بخصوب لك عليها علامة إذا ما خليت واي موضوع القانون طب أستاذ أخلي واي ولا ما أخليها إنك تخليها مش إشي صعب مش إشي صعب تخلي واي موضوع القانون ما عمرو حط عليها علامات ولكن لو بدأت تخليها موضوع القانون يا سيدي بزيادة خطوة قولي y ناقص ثلاث تساوي أربعة x ناقص ثمانية ودي الثلاثة الجهة الثانية بتطلع y تساوي أربعة x سالب ثمانية زائد ثلاث سالب خمسة سيدي جماعة هذا مش موضوعنا أخلي واي ولا ما أخليها شواي بتلاقي الطالب مسك في الشغلات البسيطة وطالك الشغلات المهمة أنا مش موضوعة أخلي واي موضوع القانون ولا ما تخليها شواي موضوع القانون طب أقول الطبيعي إذا السؤال ضع دائرة راح كون نخلي واي موضوع القانون إذا السؤال حل تقسم علامته عندك علامة الإشتقاق عندك علامة f prime 2 عندك علامة مع معادلة الفماس عندك علامة على التطبيق عليها ف οι compliqué تكون كل خطوة بعلمتين أو يعلامي يعلامتين في بعض الخطوات يكون عليها علامتين زي الاشتقاق مثلا تلقي حط لك عليها علامتين فمش اشي مهم والله يا جماعة اخلي واي منضوع القانون ولا ما اخلي واي منضوع القانون بس بالنسبة لأسئلة الوزاري اذا بنجيس على 2004 هذا السؤال بيجي ضع دائرة مش حل ليش لانه أسئلة 2004 كانت اطول بكثير من أسئلة الايش 2003 و2002 فاذا بدو يجينا هذا السؤال كسؤال حل كسؤال حل انا بستبعده لانه حل قصير مش هالشغل فش فيه شغلة فيه فيه اسئلة هرعان اول ما اخذها اه مستوى مستوى سؤال حل طويلة اشتقاقها بيغلب تعوضها بيغلب ايجاد الميل بيغلب يعني اه ممكن اما تقول لي سؤال زي هيك في الغالب بدي يكون مستوى سؤال ضح دائرة والدائرة مش قليل عليها اربع علامات مش اشق لي طيب شوف سؤال زي هيك مثلا مستوى سؤال حل بدو شغل سؤال بدو شغل طالع شو بيقول لك جد معادلة المماس خلينا اكسم اللوح لانه مش راح يكفي السؤال بيقول لك جد معادلة المماس لمنحن الاقتران اف في الاكس هي اف الاكس تساوي نص كوساين اثنين اكس زائد كوساين اكس عند النقطة او النقاط يا نقطة يا نقاط التي يكون عندها المماس افقي شو معناته انه اف برايم لل اكس تساوي صفر مهم يا جماعة كلمة مماس افقي معنا مماس افقي يعني المشتقة تساوي صفر عند النقطة او النقاط لكون عندها المماس افقي طيب مماس افقي يعني المشتقة تساوي صفر لما بدك تساوي بالصفر معادلة مثلثية لها عدد لنهاية من الحلول البطلة عشان هيك بتلقي اعطاك فترة في الفترة من سالب بايع اثنين الى كم الى بايع اثنين طيب خلي الفترة الجانب ببدأين خلينا اطلع اف برايم لل اكس بقول هي اف برايم لل اكس اثنين مع النص بتروح مشتقة الكوساين سالب سايم اثنين اكس الكوساين مشتقته سالب سايم الاكس هلا احنا قلنا معنى مماس افقي انه اف برايم كم تساوي تساوي صفر فبتقول لي سالب سايم الاثنين اكس ناقص سايم الاكس تساوي صفر بانه في سالب وسالب خلينا اخلص منهم اقسم على سالب واحد هلا هاي بنسميها احنا معادلة ايش مثلثية الزوايا فيها مختلفة هون الزاوي اثنين اكس وهون الزاوي كم اكس بطر شو اجي اعمل احول سايم اثنين اكس لمطابقة اقول هاي عبارة عن اثنين سايم الاكس كوسايم اكس زائد سايم الاكس تساوي كم تساوي صفر منه وحدت الزوايا صارت الزاويا اكس اكس باكس هيشغله وشغله ثاني صار في عندي خطوات حل اقدر اعملها ولكن من هون ما بقدر اعمل اشي طب استاذ بقدر اقسم على سايم زي السؤال حلت لنا يا قبل شوي لا ما بقدر لانه ممكن السايم تكون قيمته كم صفر فهيك انا بكون لغيت حل من من الحلول طب شو اعمل باخذ عامل مشترك بقول هاي سايم الاكس عامل مشترك شو بظل عنا بظل عنا اثنين كوسايم الاكس زائد واحد تساوي صفر هلأ صار عندي حلين اما سايم الاكس تساوي صفر او كوسايم الاكس تساوي نقول الواحد سالب واحد عكم عثنين فترة يا جماعة من سالب باي عثنين لباي عثنين عشان تكون تفهمين الفترة الفترة اللي بكون فيها سالب عشان تعرف تتعامل معها بتحدد الصفر بتحدد الصفر منك هيك بتروح باتجاه الموجب باتجاه التسعين هاي تسعين هاي هيك ومنه برضه بتروح باتجاه مين السالب هاي سالب تسعين سالب باي عثنين فالفترة المطلوبة هي عبارة عن الربع الاول والربع مين الرابع بس الربع الرابع كزوايا سالبة هلا الكوساين وين بيكون سالب؟ بيكون سالب في الربع الثاني وربع الثالث فبالتالي هاي تهم المائل الحال في منطقتي هاي تهم المائل الحال طيب الصاين وين بيكون صفر يا جماعة؟ بيكون على اليمين وعالشمال يعني عند الصفر وعند مين عند البي وبرضه عند الاثنين باي ولكن هل أنا بوصل الاثنين باي؟ لا لأنه قال لي أكبر إيش عندك قديش؟ 90 كيف بدا وصل الـ 360؟ مستحيل فبالتالي بتصفى عندنا X تساوي 0 هلأ شو صار نص سؤالي جد معادلة المماس لمنحنا الاقتران F في X عندها نقطة أو عندها X تساوي 0 عندها قيمة X بدها قيمة Y بتطلع لF الصفر عوض للصفر في F في الـ X 2 بصفر صفر كوسين الصفر واحد بنص هي نص زائد كوسين الصفر لو كان واحد فبطلع عندنا ثلاث معناته نقطة التماس قديش 0 و3 طب الخوط طول بعدها شو بتجيب تعمل بطلع الميل وين بتعوض في طلاب بيجي بعوضهم مشتقة بصير ولكن إذا حركت نخك شوي ما في داع تطلع ميل ما هو قل لك عندها المماس شو راح يكون عندها المماس أفقي شو عن المماس أفقي معناته ميل المماس يساوي كم يساوي 0 ميل المماس كم بطلع 0 أصلا أنت حال أنه معتبر أنه فبطلين كم تساوي تساوي 0 طب بده معادلة المماس بحطه القانون بقول له Y ناقص Y واحد تساوي الميل في X ناقص X واحد يعني Y ناقص 3 على 2 تساوي 0 في X ناقص 0 هاي بتروح ودي الثلاثة على 2 تطلع Y تساوي الثلاثة على 2 هاي معادلة مين معادلة المماس تمام يا جماعة؟ طب يا جماعة نجد المثال بعده جد معادلة المماس نقول نحن الاقتران F X أو X زائل ثلاثة كلها تربيع المرسوم من النقطة صفر و صفر هل هي النقطة صفر و صفر هل هي نقطة التماس ولا نقطة خارجية واحنا حكينا في موضوع النقطة الخارجية خلال المادة وهلا بنا نحكي شو خطواته خلال الحل أولا حتى أشوف النقطة صفر و صفر هل هي نقطة التماس ولا خارجية؟ بعوضها بعوض صفر زائد ثلاث ثلاث تربيع تسعة ما أعطتني صفر؟ معناته بقول الصفر نكسب اللوح بقول النقطة صفر من هون خلينا بلش هاي صفر و صفر خارجية يا جماعة أهم شيء تنتبه لشغلة ما في شغلة إنه المرسوم من معناته خارجية عنده معنات نقطة ما إلو دخل يا جماعة ما إلو دخل إنت بتحل بدك إذا أعطاك نقطة بدك تعوضها أما أعطاك X لحالها X لحالها أعطاك إياها فبالتالي إيش بدك تقول بدك تقول خلاص هاي عبارة عن X تبقى نقطة التماس أعطاك نقطة ما بتتعوض لازم تكون نقطة التماس ولا كيف بدك تعرف؟ يعني النقطة فيها مجاهي ما بزبط إلا أنها تكون نقطة التماس إلا إذا هو قال لك هي نقطة إيش خارجية طيب النقطة هي خارجية يا إما تقع المماس أو تقع العمولي قال لي معادلة المماس المرسوم من النقطة هي خارجية تقع على المماس خطوات الحل يا جماعة بنجيب الميل كاقتران يعني بشتق وما بعوض تساوي 2 في X زائل 3 في 1 بنحط معادلة المماس Y ناقص Y واحد تساوي الميل في X ناقص X واحد بنعوض النقطة الخارجية بنعوض الميل كاقتران بدون ما نحسبه بدون ما نحسب قيمته كاقتران بنعوضه بنقول له Y ناقص صفر تساوي الميل اللي هو 2X زائل 3 في X ناقص صفر هلا بحل هاي المعادلة مع هاي المعادلة حل المعادلتين يا جماعة مع بعض بطلع لي إحداثيات إما X تابعة نقطة التماس أو Y تابعة نقطة التماس بصير السؤال عادي كيف بنحلم بقول هلا Y تساوي في X صح فبتقول لي 2 في X زائل 3 تساوي اللي هي كم X زائل 3 تربية X زائل 3 زائل 3 تربية دقيقة X زائل 3 كلها X كلها تربية طيب هلا قلنا ما بيصير أقصي مع X زائل 3 لأنه ممكن هذه X زائل 3 تكون صفر فبكون ضيقة حل من الحلول هون بتضطر أفكي القوس وأفكي تنين وأفكي التربيع أقول هاي 2X زائل 6 تساوي الأول تربيع زائل 2 بالأول بالثاني 6X زائل 2 تربية 9 هلا أنا نقول لك شو بدي عمل بدي حل هاي المعادلة نقول لي هم كلها مع وين على اليمين بدي يطلع عندك X تربية 6X ناقص 2X زائل 4X 9 ناقص 6 اللي هي زائل 3 تساوي صفر نفتح قوسين نقول هاي X بX زائل 1 بزائل 3 ضربهم 3 مجموحهم كم 4 بطلع X تساوي سالب 1 وX تساوي كم سالب 3 كم بطلقين إذا X طلع سنتين شو صار نص السؤال الجديد جد معادلة المماس نبه نحن الاقتران F ال-X عنده X تساوي سالب 1 وعنده X تساوي سالب 3 معطيك أنا قيم X بدي معادلة المماس بدي يطلع عندك مماسين بتطلع F ال-1 أو F السالب 1 وبتطلع F السالب 3 بتقول لي F السالب 1 سالب 1 زائل 3 2 تربية كم بطلع 4 F السالب 3 سالب 3 زائل 3 0 تربية كم بطلع 0 فالنقطة الاولى بتكون سالب 1 و 4 والنقطة الثانية بتكون سالب 3 و 0 هلا كل نقطة بدك تطلع مماس عندها بدك تعوض في المشتقة هاي ميل وهاي ميل كل نقطة بدك ميل مماس المشتقة هي 2 في X زائل 3 لو اجينا عوضنا اللي هي X سالب 1 X اللي هي سالب 1 سالب 1 زائل 3 2 ب 2 4 طب لو عوضنا X سالب 3 سالب 3 زائل 3 0 ب 2 بتطلع عندك 0 هون هو بدك تطلع عندك هون هو بدك ايش معادل المماس صح هينقطة و ميل هينقطة و ميل المماس الأول معادلته Y ناقص 4 تساوي الميل في X ناقص ناقص 1 يعني زائد 1 هون المماس الثاني معادلة Y ناقص 0 خلاص نساها تساوي الميل 0 في ايش ما كانت من صفة 0 هاي مماسين طبعا لو انك بتعرف ترسم هذا الاقتران كان عرفت انه مماسين قبل ما تحل طبعا هاي معلومة اضافية لو بعرف ارسم هذا الاقتران X زائد 3 تربيع جماعة رسمته من عند السالب 3 من عند السالب 3 بيز سوى قص تربيع الى فوق هلا من عند المقطة 0 طبعا هاي قص تربيع ممتد دقيقة ذا المالة نهاية من عند السفر وصفر كم مماس بقدرسه ما هي نقطة 0 وصفر في اينا مماسين في اينا هذا المماس اللي هو قديش Y تساوي 0 وفي اينا هذا المماس اللي هو عند هاي النقطة عند النقطة كم قلنا عند النقطة سالب 1 و 4 سالب 1 و 4 سالب 1 و 4 معناته رسمش زي هيك رقص زي هيك يعني بشكل عام يعني كيف مكان المهم فبالتالي انت بتقدر تعرف انه لو ان الرسم كانت تعرف انه في اندي مماسين مش ايش مش مماس واحد سنرسم رسمتها مش ميلي تماما جماعة طيب ننتقل على السؤال بعد وسؤال 20 سؤال 20 رجعنا لقواعد الاشتقاط معطيك F بعد G للإكس F بعد G للإكس يساوي A جدر الإكس زائد 3 زائد A على إكس ومعطيك F فضائم للإكس الجدر التكعيبي لإثنين إكس زائد كم زائد أربعة شوف معطيك السؤال معطيك G للواحد تساوي اثنين وجي برايم للواحد كم تساوي تساوي اثنين بده قيمة الثابت مين A طيب انت طبعا ايج بارد تستفيد من هذا المعطى حتى تطلع له قيمة A هلا هاي بده اشتقها فاذا بده اشتق ده اشتق طرفين طرف الشمال وطرف يمين اقول له G برايم للإكس في F برايم لجي لإكس يساوي انها ثابت في اقتران بظل الثابت مشتق الاقتران مشتق ما داخل الجدر واحد على اثنين بالجدر نقصه X زائد ثلاث طيب زائد الاي عقص شو مشتقتها ثابت على اقتران سالب الثابت مشتق الاقتران واحد على المقام التربيع على كم على X تربيع هيجي برايم للإكس في F برايم لمين لجي لإكس طيب هلأ هو ما قال لك جد مثلا المشتق عند X تساوي واحد او اثنين او ثلاث ولكن المعطيات اللي معك تبعي الجين موجود عند مين عند الواحد فمضطر أعوض كل X بواحد لأنه غير هيك ما بقدر أجيب والله لو عوضت الثنين طب جي برايم لاثنين من عند أجيبها مش معي F عادي هاي بقدر أشتقها هاي مشتقها بقدر أطالع F برايم لاثنين للثلاث للخمسة لأي عدد ما عندي مشكلة بس مشكلتي في مين ده تكون في G فمضطر أعوض إيش واحد أقول عندها X تساوي كم واحد بطلع G برايم للواحد في F برايم لجي الواحد تساوي A على واحد وثلاث أربعة جدلها اثنين باثنين أربعة ناقص A على واحد يعني كم يعني اين هلأ G برايم للواحد معك قدرش معطيك إياها اثنين في F برايم لا برضو G الواحد برضو اثنين تساوي A ناقص أربعة A على أربعة طب F برايم لا ثنين نقص عوض الثنين في F برايم ثنين بثنين أربعة وأربعة ثمانية كم جدلها التكعيبي ثنين فبدو طلع عندك أربعة طبعا نلاحظ أن هاي F برايم عوض فيهم بباشرة ما اشتقيتها أربعة تساوي A نقص أربعة A سالب ثلاثة A على أربعة اضرب تبادلي بطلع عندك سالب ثلاثة A تساوي أربعة بأربعة ستعاش معناته ايه تساوي سالب ستعاش على ثلاثة سهل السؤال بس انتبه للاشتقاق ولمين لا تتعرض شوف السؤال بعده سؤال 21 آه تابعونا مرة في امتحان وزاري اقترام معقد يعني هذا بعتبره يعني شوية معقد مش كثير بعطيك جيل X يساوي ساين تربيع ساين تربيع الزاوية تابعة ساين تربيع هي باي في F في الـ X تربيع معطينا F في الواحد بف في برامل الواحد شو بده بده جيل برامل الواحد زبط لي جيل X هلأ هاي التربيع للساين صح وهي زاوية الساين فبقدر أقول ساين حط الزاوية باي F الـ X تكعيب كلها هاي تربيع ساين باي F في الـ X تربيع كلها ايش تربيع حطيت التربيع تبع الساين حطيت وله السؤال ايش للسؤال كامل هلأ بنقول هيجي برايم للـ X تساوي بنزل الاثنين بشيل منها واحد ساين الباي F في الـ X تكعيب بنزل الاثنين بشيل منها واحد بغطي الاثنين بده أشتق ضرب مشتقة الزاوية في مشتقة الساين واخلي الزاوية صح مشتقة الزاوية عدد في اقتران بنزل العدد بشتق الاقتران اقتران داخل اقتران مشتقة الداخلي في مشتقة الخارجي بوجود الداخلي اعيد مرة ثانية بس عشان ما كنش نسيت اشي الاثنين نزدت شلنا منها واحد الاثنين نزدت شلنا منها واحد بغطي الاثنين عنا ساين زاوية بشتق الزاوية بعدين بشتق الساين بخلي الزاوية مشتقة الزاوية عدد في اقتران نزلت العدد اشتقيت الاقتران كيف اشتقيته اقتران داخل اقتران مشتقة الداخلي ثلاثة اكس تربيع في المشتقة الخارجي F فتحة للإكس تكيب لسه شو ظل عندي؟ ظل عندي مشتقة الخارجي بوجود الداخلي كوساين الباي F الأكس تكيب بدون قوله طبعا حلا هو بده جي برايم للواحد عوض لجي برايم للواحد بتقول لي جي برايم للواحد تساوي اثنين ساين باي F الواحد باي مضروف في F الواحد ضرب باي في ثلاثة واحد يعني ثلاثة باي هاي زاوي آه في F برايم للواحد في كوساين باي F الواحد طب F الواحد كم؟ ربع وF برايم للواحد واحد على ثنين باي بنقول اثنين ساين الباي ضرب F الواحد قدش قلنا؟ ربع باي في ربع يعني باي على أربع ضرب ثلاثة باي F برايم للواحد قدش؟ واحد على ثنين باي انتبه للسؤال هذا والله العظيم بجوزة أنا بعتبره بجوزة من أهم أسلة الدوسية ضرب F برايم للواحد قدش قلنا؟ واحد على ثنين باي في كوساين كوساين آه في كوساين باي في F الواحد F الواحد ربع في باي يعني باي على أربع بتقولي الثنين صاين الباي على أربع جدل الثنين على ثنين أو واحد على جدل الثنين عاديش ايش مشكلة؟ ضرب شي لباي مع الباي ثلاث على ثنين كوساين الباي على أربع جدل الثنين على ثنين بتروح الثنين مع الثنين جدل الثنين في جدل الثنين الثنين بتروح الثنين مع الاثنين. كم بصف الناتج كله? ثلاثة عثمين. اذا كلها تساوي كم? ثلاثة عثمين. بجزء من اهم بالاسئلة اللي ما رفف معي. سواء نحصت بيهم اخصت بباله. المشتقة معقدة وكثير مبكز لك عم مشتقات معقدة في كتابك. يعني ماك يركز عليها زمان. مع انه مرة جابلنا سؤال قريب من هيك. مش نفس هيك. قريب من هيك. لا والله من اسئلة تعتبر ايه. شو السؤال اثنين وعشرين. سؤال اثنين وعشرين. بده معادلة المماثل المرسوم لمنحنة العلاقة. اكس ناقص واي كلها تربيع. زائد اثنين اكس ناقص واي تساوي ستة. عند نقطة تقاطع منحناها مع المستقيم. واي ناقص اكس زائد واحد تساوي كم? تساوي ست. هلأ فأسلت معادلة المماثل مع اذا معطيك كلمة. بتدور على الكلمة اللي لها معنى. اللي بتعرف الترجيمها لمعادلة. الكلمة اللي عطاك هيها كلمة ايه ايش تقاطع. ودائما معنى كلمة يقطع انه الصورة تساوي الصورة. يعني واي تساوي واي واي تساوي اف الاكس. اف الاكس تساوي جي الاكس. هدا معنى انه كلمة ايش? كلمة يقطع. هلأ هاي كلمة ده ترجمها لمعادلة. وتحل هي المعادلة. حل هاي المعادلة. يا ب 44aa trauma هي باشتك اكس تبعت نقطة التماس. يا بعطيك واي تبعت نقطة من? التماس. فبترجمها طلعنا اكس او واي. بدل رب كل شي احكيناه. ببلش في سؤال جديد. بدو معادلة ممس لهذا المنحنة? معي قيمة اكس. بعوض اكس في الاقتران شو بطلع? واي. بعوض اكس في المشتقة شو بطلع? اللي هي ايش? دي واي عادية اكس. طلعنا الميل وطلعنا اللي هو نقطة التماس. خلص بحط له معادلة الممس او معادلة العمولية. هيك بفكر في سؤال معادلة الممس اذا اعطاك مع معلومة او اعطاك كلمة لها معمى. تعرف الترجيم يحنا ال لمعادلة. طيب احنا اتفقنا يا جمعة شو بدي? انا بدي معادلة الممس. المرسوم لمنحنة هاي العلاقة. عندها نقطة تقاطع منحنها مع المستقيم. كلمة تقاطع. معناته ان الصورة تساوي الصورة. يعني y تساوي y. الصورة هي sen y او اف في الاكس. هلا كيف بتساوي الصورة بالصورة? حسب اقتراناتها. يعني هون انا عندي متغيرين وهون عندي بتغيرين بقدر اخلي واي موضوع القانون واي تساوي اكس ناقص واحد نقلنا هاي على الجهة الثانية بنعوض هون كل واي شو بعط مكانها اكس ناقص واحد بسرعنا اكس ناقص مكان واي نحط اكس ناقص واحد هاي اكس تصير زائد واحد اللي اندخلت عليها السالب هاي تربيع يساوي اثنين اكس هاي اثنين اكس ناقص واي اللي هي واي قداش قلنا يا جماعة اكس ناقص واحد تدخل عليها السالب ناقص اكس زائد واحد تساوي كم تساوي ستة هلا هاي المعادلية بتطلع لك اكس سبعة تقل التماسية واي طلع اكس راحت مع سالب اكس واحد تربيع واحد هاي زائد ولا ناقص زائد زائد اثنين اكس زائد اثنين اكس ناقص اكس اللي هي اكس زائد واحد تساوي كم تساوي ستة معناته اكس تساوي اثنين وديها عالجان ثاني سال بالثنين ستة نقص ثين كم تطلع؟ أربعة هي طلعنا اكس بدأ طلع واي بعوض واي في موضوع القانون لما تحيل معادلة الخطية مع تربعية طلعت اكس بدأك تطلع واي وين بتعوضها في موضوع القانون بتقول لي واي تساوي اكس نقص واحد يعني أربعة نقص واحد كم تساوي؟ تساوي ثلاثة بيجي واحد بقولك طب استاذ طب ليش ما عوض في التربعية؟ ما بزوط عوض في التربعية دائما حل نظام مكوّن من معادلة الخطية مع تربعية خطية مع تربعية صح؟ جاب يتخلي اكس أو واي موضوع القانون في خطية بعدين بتعوضه في التربعية بتحلي المعادلة الناتجة القيم اللي بتطلع لك لازم تعوضها في موضوع القانون لازم تعوضها في موضوع القانون فواي بتطلع ثلاثة فصفت عندي نقطة التماس نقطة التماس اللي هي عبارة عن كم؟ أربعة مع ثلاثة هلا هذا المستقيم نقدر نقول له أعطيك العافية ميلك فيه يعني ما بتقدر تجيب من خلاله الميل لأنه كلمة يقطع مش معناها أنه المشتقة تساوي مشتقة فميل المنحنة هذو غير عن ميل المستقيم بالهم دخل في بعض فبالتالي خلص انت جيبت نقطة التماس من كلمة يقطع هل إلها معناه ثلاني كلمة يقطع لا بس صورة تساوي صورة تلغي على المستقيم وكل شغلك بيصير عمين على المنحنة بنا نجيب الميل باشتق معدلتي المنحنة اشتقاق ضمني اثنين في اكس ناقص واي في واحد ناقص واي فتحة أو دي واي عادي اكس زائد اثنين ناقص واي فتحة يساوي الستة شو مشتقتها صفر بتمسك النقطة اربعة وثلاثة بتعوضها هون حتى تطلع واي فتحة بتقولي اثنين ضرب اربعة ناقص ثلاثة اللي هي واحد في واحد ناقص واي فتحة زائد اثنين ناقص واي فتحة تساوكن تساوي صفر اثنين في واحد اثنين ناقص اثنين في واي فتحة اثنين واي فتحة زائد اثنين ناقص واي فتحة تساوكن تساوي صفر جمع اثنين واثنين هي اربعة ناقص اثنين واي فتحة وناقص واي فتحة سالب ثلاث واي فتحة تساوكن تساوي صفر يعني الاربعة تساوي ثلاثة واي فتحة معناته Y فتحة تساوي 4 على 3 هذه Y فتحة هي عبارة عن ميل المماس طب أنا بدي معادلة للمماس شو كان قسمي بدي الميل و بدي نقطة التماس الميل معي و نقطة التماس معي بقول له معادلة المماس Y ناقص Y1 تساوي الميل في X ناقص X1 يعني Y ناقص Y1 ليه كم؟ 3 الميل قديش قلنا الميل 4 على 3 فيه X ناقص X1 قديش X1 جماعة اللي هي 4 خلص هاي معادلة المماس هاي هيك بتصفي عندك معادلة من معادلة من فلاحظ انت شو لبدك إياه من الاقتران و كي بدك تتعامل كلمة ترجمها لمعادلة لحل المعادلة بتطلع X أو Y خلص اذا طلعت X أو Y تبعي تماس يصفي الحل العادي احنا مشكلتنا دائما التطبيقات الهندسية اللي هي المماس والعمودي والمساحة المثلث إلى آخره أهم إشي فيها يا جماعة أهم إشي فيها تقدر جيب مين تقدر جيب نقطة التماس إذا جيبت نقطة التماس تؤكسر مباشر أنا مشكلتي في نقطة التماس طيب لذا السؤال بعده سؤال 23 سؤال 23 بقولي إذا كانت معادلة المماس لمنحة لجيل X عند X تساوي 1 هي Y تساوي 3X نقص 5 هاي معادلة المماس لمن لجيل X لجيل X طيب جد معادلة العمودي على المماس لمنحنة الإغتران F في الـ X وين عند X يساوي 1 بدي معادلة العمودي على المماس لمنحنة F في الـ X عند X يساوي كم يساوي 1 حيث F في الـ X تساوي X تربيع في جيل X كلها X كلها تكريب طيب اللي بدي اشتغل عليه انساك من المعطا اللي بدي اشتغل عليه شو طالب معادلة للعمودي لمنحنة F في الـ X عندها X في 1 فأنا بدي شغلتين بدي F الواحد وبدي F prime للواحد حتى اجيب معادلة للمماس العمودي على المماس طبعا F prime بيقلبها وفاكي استشارتها مش مشكلة بس أنا بدي F الواحد وبدي ايش F prime للواحد لو جيت احسب F الواحد راح عوض الواحد هون وعوض الواحد هون فراح الاقي حالي نقصني مين G الواحد وحتى اطلع F prime للواحد باشتغ هاي وعوض فراح يلزمني G prime للواحد وبرضو جيل واحد هون فشو نازم اعمل قبل ما ابلش حل قبل ما ابلش حل اجهز حالي اطلع لجيل واحد واطلع G prime للواحد هل السؤال شو قال لي؟ السؤال اعطاني معلومة ومعلومة مهمة جدا كعنات اللي هو شو اجا قال لي؟ قال لي انه Y تساوي 3X ناقص خمسة Y تساوي 3X ناقص خمسة هو عبارة عن معادلة المماس لمنحنة مين؟ جيل X وين؟ عنده قال لي X كم تساوي؟ عنده X تساوي واحد هلا من هاي المعلومة لازم اجيب جيل واحد واجيب جيب رامل الواحد كيف بده اجيبها؟ هلا جيل X جمع عشان كون فاهمين هو عبارة عن اقترانه وإلو رسمة صح؟ هلا هاد عبارة عن خط مستقيم بمس جيل X هذا المماس عند X كم تساوي؟ واحد معناته لو بدي Y اللي هي جيل واحد يابتعوض الواحد X هاي X تساوي واحد يابتعوضها في الاقتران في المستقيم يابتعوضها في الاقتران حر انت لانه X تساوي واحد هاي أو نقطة X تساوي واحد مع صورتها تقع على جيل X وتقع مين؟ على المستقيم فبالتالي بدك توجد صورتها يابتعوض في G يابتعوض في المستقيم طب من اللي معك؟ المستقيم ما نتعوض في المستقيم بتقول لي Y تساوي ثلاث في واحد ناقص خمسة ثلاث ناقص خمسة سالب اثنين Y هي نفسها G الواحد كم تساوي؟ سالب اثنين تمام؟ طيب شغلي ثاني هلأ هذا المستقيم هو عبارة عن مماس تبع جيل X لما بتطلع ميل المماس شو بتعمل انت؟ تشتق G وبتعوض قد ديس واحد صح؟ عبارة عن ميل هذا الخط طب هذا خط مستقيم دائما ميل الخط المستقيم هو عبارة عن مشتقته اشتق لي هاي شو مشتقتها؟ ثلاث فجي براهم للواحد كم تساوي؟ تساوي ثلاث ارجع واضح مرة ثانية المستقيم هذا يا جماعة طلع انا بدبعد عن كلمتي مثلا وكتابنا ما ذكرها على فكرة المستقيم هذا هو مماس لمين؟ لجيل X مماس لجيل X وين بيمسه؟ بيمسه عند X يساوي كم؟ واحد معناته X يساوي واحد وصولتها تقع على جيل X وتقع على المستقيم اذا مع قيمة X وبدك وي يا بتعوض في جيل X يا بتعوض في المستقيم مين اللي معك؟ المستقيم وروح نعوضنا الواحد في مين؟ في المستقيم كلنا هي نفسها جيل واحد طيب طيب حس انت لما بتطلي معادلة للمماس مش بتشتق الاقتران ومتعوض فيه يا بتشتق جيل X متعوض فيه واحد بيطلع معك مين؟ مين المماس طيب هاي المماس اي مستقيم في الدنيا بدي ميله كيف بطلع ميله؟ بشتقه هو نفسه فلو اشتقينا هات شو بشتقته؟ ثلاث معناته جيل واحد كم تساوي؟ ثلاث طيب شو صفه معك؟ صفه معك جيل واحد وجيل واحد معك جيل واحد اللي هي سالب اثنين وجي برايم للواحد كم تساوي؟ تساوي ثلاث فبالتالي ستقدر تطلع F في الواحد وستطلع F في برايم للواحد هلأ نجلى سؤالنا؟ انسى كل معلومات جيل X انساهم تعابل مع سؤالي بدي معادلة العمودي على المماس اللي منح للاقتران F في الـ X عند X تساوي واحد فطلع F الواحد معوض الواحد هون واحد في جيل واحد واحد تربيع واحد في جيل واحد وكلها ايش؟ تكعيب صح؟ طيب جيل واحد يبيع 14 saylebe2 واحد بسالب 2 سالب 2 تكعيب هيسالب ثمنين فمعناته نقطة التماس نقطة التماس نقطة فعز T هيعبارة عن واحد مع كم؟ مع سالب ثمنين واحد مع سالب ثمنين جيبنا نقطة التماس هلا شو ده جيب؟ ده جيب ميل المماس وده اشتق F الـ X طبعا أنا بدي ميل العمودي بس أطلع ميل المماس باقلبه وبعكس الشرط بنقول F' للـ X بدنا نشتق هاي نزل الثلاثة شير منها واحد X تربيع في G الـ X كلها إيه تربيع ضرب غط القوة واشتق ما داخل القوص ضرب اقترانين الأول X تربيع مشتقة الثاني جيب رايم للـ X زائد الثاني جيب الـ X مشتقة الأول 2X هلا الميل تبع المماس هو عبارة عن F' للـ 1 يلعوض لواحد ثلاث واحد في جيب واحد جيب واحد قداش قلنا؟ سالب اثنين واحد بسالب اثنين سالب اثنين تربيع هاي أربع ضرب واحد تربيع واحد جيب رايم للواحد اللي هي ثلاثة زائد جيب واحد باثنين جيب واحد كم؟ سالب اثنين باثنين سالب اربع طيب ثلاثة نقص اربع سالب واحد في اربع سالب اربع في ثلاث هي سالب اثناش هذا ميل مين؟ المماس ميل العمودي او اقول له خلص معادلة العمودي وباقلب ميل مماس مش مشكلة هلا انا بدي ايش؟ معادلة العمودي لمين؟ لأف الاكس بقول له واي ناقص واي واحد تساوي الميل او سالب واحد على الميل في اكس ناقص اكس واحد يعني واي ناقص واي واحد قداش طلعت سالب ثمانية يعني واي زائد ثمانية تساوي اقلب الميل واعكس اشارته الميل سالب اثناش اقلب واعكس اشارته واحد على اثناش ضرب اكس ناقص اكس واحد قداش اكس واحد اللي هي واحد هاي اللي هي معادلة مين؟ معادلة العمودي طب يا جماعة لسه ضال عندي مثلثات وضال عندي تطبيقات فيزيائية وضال عندي اكمن سؤال من الكتاب فحصة بك ان شاء الله الوحدة الاولى بكون اعطيت ثلاث ساعات عامين على الوحدة الاولى باذن الله يكون فيها الفائدة وتستفيد منها وتقدر تلملم امورك وتلملم المادة وتستفيد اسئلة اضافية وقدرات عليا وتصير تفكر بطريقة شوي ايش شوي مختلفة حتى نوصل الى علامة الكاملة يعطيكم الف عافية طبعا حصة الجاي برضو الحصة اليوم رح تنزل على موقع وتد رح تنزل برضو على الفيسبوك وبردو رح تنزل على اليوتيوب وعقناتي انا على اليوتيوب باذن الله يعطيكم الف عافية